خليني أقول لكم أن الجو البارد في بعض الناس أو أنا بتكلم حتى وإداية متلجة كده بعض الناس يصيبها بقدر كتير من الكئابة وطبعا سنتين الكورونا اللي فاتوا خلونا نعرف أنه علم النفس كمان اكتشف أن فيه أعراض كتيرة جدا مرتبطة بالحبسة والقعدة الطويلة في البيت فخلت أنه نفسية الناس متأثرة في معظم أماكن ودول العالم الحاجة بقى كمان الجميلة والغريبة شوية أنه يقولوا أنه في وظائف المستقبل أو المهن الأفضل في المستقبل هي النهنة المتعلقة بعلم النفس فالعايز يدرس حاجة هيلقيلها سوق شغل يدرس علم نفس لأنه الناس كلها محتاجة دعم ومساعدة نفسها جدا ليه بقى بقول المقدمة الطويلة الكبيرة دي عن البرد والكئابة والكورونا لأنه الحقيقة أنه فيه كمان بدأت دلوقتي تدريبات كتير الناس بتعلمها لنفسها ليها دعوة بأنه طول الفترة القاعدة في البيت إزاي تكون منتجة وإزاي تخرجك من الوضع ده من الاكتئاب واحدة من الأفكار دي حاجة كده لطيفة اسمها أنه كآبة الفوضى لو أنت حواليك مكان فيه فوضى وفيه عدم ترتيب ومنخبط ومكركب بلغتنا إحنا كده بيصيبك كمان بحالة زيادة سلبية من الاكتئاب وعشان كده بينصح كتير من الناس بيقولك أنه أرخص علاج نفسي أنك وإنت قاعد في البيت وأرخص طريقة للدفع بالمناسبة أنك وإنت قاعد في البيت ترتب حاجات فكل ما بترتب حاجات يعني ملموسة كده بإيدك كل ما بتزيد طاقتك وقدرتك على الإنجاز وفي نفس الوقت بتحس بحالة كده من الهدوء والسلام بس كده دي كانت حاجة نفسي شارككم بيها لأن أنا شخصيا بكتشف أنه كل حاجة بتترتب بتقود إلى نتائج أحسن